السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم واللي هنتكلم فيه النهاردة في الفيديو ده عن احتمالية نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى البرتغال وده بيحصل لي المرة الثالثة واللي قال الكلام ده صحيفة دلي ميل فخليكم معانا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا ازاي احتمالية نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى البرتغال فعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا محادثات غير رسمية مع الحكومة البرتغالية لاحتمال نقل دوري الأبطال من اسطنبول إلى البرتغال ووفقا لصحيفة دلي ميل الانجليزية اليوم الجمعة في تقرير لها فإن التبعات المحتملة لنتائج انتخابات الرئاسة التركية وخسارة متوقعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تؤدي لأزمات سياسية وفوضى وبناء عليه فقد تصبح اقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في إلى عشر من شهر يونيو المقبل صعبا لكن على الرغم من التقرير فإن أحد المصادر من ويفا نفى للصحيفة الانجليزية وجود احتمالية لنقل المباراة من تركيا إلى البرتغال وإن تم نقل المباراة فستكون هذه تالب مرة تنقل المباراة بعد النهائي 2020 و2021 بسبب تفشي ويروس كورونا في المرة الأولى وطالب تركيا في المرة الثانية إقامة المباراة بعدد محدد من الجماهية وبكذا يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن احتمالية نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى البرتغال ففي النهاية في أي بلد هيتلعب النهائي بتاع دوري أبطال أوروبا مش هيفرق كتير المهم في النهاية الإصارة والمتعة اللي هتكون موجودة في هذا اللقاء سواء كان طرفها إنجليزي أو كان طرفها أسباني أو كان طرفها إيطالي فكل هؤلاء الفرق فرق كبيرة جدا وفرق عظيمة جدا المهم في هذه المباراة المطعة القروية اللي دايما بتبقى موجودة في نهائي دوري أبطال أوروبا لا أحد ينكر ولا أحد ينسى ما حدث في النهائي اللي كان بيقام في فرنسا في البطولة الماضية وكان بيلعب في نادي ليفربول ونادي ريال مدريد وحصل شغب من بعض الجماهير من طرف نادي ليفربول أدى إلى إن يحصل مشاكل ما بين الجماهير والشرطة الفرنسية فنتمنى إن هذا المنظر ما يتكررش في هذه البطولة ويكون اتعلم الاتحاد الأوروبي وفا مما حدث في بطولة نهائي دوري أبطال أوروبا في البطولة الماضية طبعا كلنا عارفين إن البطولة الماضية كان النهائي ما بين فريق ريال مدريد وفريق ليفربول ونجح فريق ليفربول إنه هو ينهي اللقاء لصالحه بهدف مقابل لشيء واللي سجل الهدف النجم جونيور فينيسيوس وكان متقلق في هذا اللقاء محمد صلاح وفضل تقلق الفريق ريال مدريد في هذه المباراة بفضل حارس مارما منتخب بلجيكا ونادي ريال مدريد كورتو فنتمنى إن المباراة النهائية تكون في هذا الموسم أيضا تكون مباراة قوية وتمتعنا كلنا كجمهور في العالم كله من المحيط إلى الخليج وبكده يكون خرس الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين